نمسا تنظر إلى التطورات الأخيرة في لبنان على أنها مقلقة طبعا على إثر العملية التي قامت بها إسرائيل واستهدافت فيها 5000 عنصر من عناصر ميليشيا حزب الله بس خليني أروح بك إمباركا في خطاب لحسن نصر الله أتكلم عن الموضوع ده ولكن لم نرى أنياب قوية من حسن نصر الله بعملية الرد تقييمك لخطاب حسن نصر الله عجبني عجبني موضوع أنياب فعلا لأنه هو عبارة عن شيء يعض ليس أكثر من ذلك يعني بصراحة كان متوقعا يا سيد الكريم من تستخدمه إسرائيل إسرائيل استخدمت تنظيم حزب الله الإرهابي في سوريا استخدمته في العراق استخدمته في عدة أماكن ضد شعوب هذه المنطقة فمن الطبيعي أن يكون هذا الاستخدام يعني القاعدة ماذا تقول كل من تستخدمه إسرائيل لا يعني هو حليف استراتيجي نحن ندرك أن إيران وإسرائيل هم حلفاء استراتيجيين للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وما قامت به ما قامت به إسرائيل يعني من تفجير أجهزة البيجر وأجهزة الراديو الذي شاهدنا خلال الأيام الماضية هي فعليا إشارة على أنك حتى لو أنت كنت خادم خادم مطيع وخادم وفي لي أنا أنا مرحلة للمراحل ممكن أن أستغني عنك لأن خدماتك انتهت فكل خائن فكل خائن لبلده كل خائن لوطنه هذه الجماعات الإرهابية المزروعة المزروعة في المنطقة والتي هي فعليا صنيعة إسرائيلية بشكل أو بآخر هذا الرأي أنا لست مقتنع فيه أنا هذا الرأي أتبناه هذا الرأي أنا على هذا الأساس أفكر أن الميليشيات والحركات المتطرفة هذه هي فعليا صنيعة إسرائيلية والتي هي من خلفها تقف إيران يعني أكيد ما رح تيجي إسرائيل وتحط تكون بالواجهة لا اللي بالواجهة إيران وإيران هي حليف إسرائيل في المنطقة ضد سوريا ضد لبنان ضد العراق ضد سعودية ضد مصر بمرحل من المراحل هل تعلم يا سيدي الكريم أن في مرحلة الرئيس محمد مرسي عندما ذهب إلى إيران كان يريد أن يقوم بعمل حرس ثوري على غرار ما هو حتى لتخريب مصر من الداخل أكثر من ما هي خربان فيه متقابل مع قصر سليمان بالضبط فمع الأسف مع الأسف إسرائيل هي هذا الكابوس الموجود بهذه المنطقة حزب الله أنا لا أرى أنا لا أرى ما يحدث في لبنان اليوم يعني حتى بعيدا عن ما قال به شارلين بيريك أن هناك عواقب مزيد من التصعيد وستكون مدمر على المنطقة بأكمله لا أعرف بصراحة ماذا يقصد بهذا الأمر أما ما نشاهده اليوم ما بين لبنان وإسرائيل هي حرب أهلية بصراحة اليوم قد لاحظ الأفراد بغض النظر أنا ما أراه إسرائيل وحزب الله هم أهل فين بعض وما يحصل بينهم هي حرب أهلية اليوم المواطن اللبناني غير معني بهذه الحرب أبدا مع الأسف ندعو نحن المواطنين اللبنانيين الابتعاد على المناطق الموجود بهذه التنظيمات الإرهابية مع الأسف الشديد يعني يوجد أطفال تموت يوجد نساء تموت ولكن هم من ضمن بيئة حزب الله الإرهابي فبالتالي حرب أهلية اليوم في لبنان ما بين ميليشيات حزب الله الإرهابي وما بين إسرائيل من الطرف الآخر لا أعتقد أن أحد معني بها وبالتالي ما نشاهده الآن والأخبار التي نشاهدها الآن والتي موجودة مباشرة على الشاشات أنه يوجد مقتل إرهابي آخر من حزب الله يعني بصراحة إسرائيل تقوم بقصقصة أجنحة على ما يبدو هذه التنظيمات التي رعتها على مدار سنوات ولكن السؤال الذي يضرح نفسه هل فعليا إسرائيل عندها لوديها القدرة أن تدفع تكاليف إنهاء هذه التنظيمات التي تخدمها هذا الذي لا أعتقده يعني إسرائيل ما تقوم به فيه الآن هي تأديب وإعادة تموضع لهذه الميليشيات التي اعتقدت أنها ستخرج من عبائة سيدها الإسرائيلي فإسرائيل تعيدها إلى مكانها الطبيعي ليس أكثر من ذلك يعني هذا الصراع الذي نشهده حاليا سيتوقف في مرحلة ما ولكن هل سيؤدي هذا الصراع إلى إنهاء حزب الله قطعا لا والأيام القادمة حبلة بالكثير من المفاجآت